السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم أعزائنا الطلاب في درس جديد من دروس الرياضيات للصف الحادي عشر للمسارين العلمي والتكنولوجي عنوان درسنا لهذا اليوم هو التمثيل البياني للدوال الدائرية الجزء الثالث سوف نتعلم في هذا الفيديو أولاً التمثيل البياني لدالة الظل ثانياً خصائص دالة الظل ولتوضيح أبرز خصائص التمثيل البياني لدالة f of x equals tan x سوف نتناول بعض جدول القيم بالراديان للدالة وتمثيلها البياني في الفترة المفتوحة من negative pi over 2 إلى pi over 2 وذلك بالتعويض عن قيم x في قاعدة الدالة لنحصل على الجدول التالي وعند تمثيل النقاط في المستوى الإحداثي نحصل على التمثيل البياني للدالة في الفترة المفتوحة من negative pi over 2 إلى pi over 2 نلاحظ أن مدى الدالة y equals tan x على المجال x greater than negative pi over 2 and less than pi over 2 هو كل الأعداد الحقيقية ولاحظ أيضاً أن الدالة y equals tan x غير معرفة عند حدود هذه الفترة أي عند القيمتين x equals negative pi over 2 وx equals pi over 2 وهما القيمتان اللتان تجعلان cosine x equals zero وبالتالي تصبح tan x غير معرفة لأن tan x equals sin x over cosine x وسيكون للدالة y equals tan x خطة تقارب رأسيان عند القيمتين x equals pi over 2 وx equals negative pi over 2 دالة أساسية دالة الظل of x equals tan x الشكل المجاور يمثل الدالة الأساسية وهي دالة الظل نلاحظ من التمثيل البياني أن الدالة غير معرفة عند القيمتين x negative 3 pi over 2 وnegative pi over 2 وpi over 2 و3 pi over 2 لذا فإن المجال هو كل الأعداد الحقيقية ما عدى المضاعفات الفردية للعدد pi over 2 ونلاحظ أيضا أن المدى هو الفترة المفتوحة من negative infinity إلى infinity الآن لاحظ من التمثيل البياني أن الدالة تتكرر لكل فترة طولها pi وحدة إذن دورة الدالة هي pi إذن دورة الدالة هي pi وللتوضيح أكثر سنعرض بعض جدول القيم بالراديان للدالة f of x equals tan x لاحظ أن قيم y تتكرر كل فترة طولها pi وحدة إذن الدورة تساوي pi نلاحظ من التمثيل البياني أن للدالة خطوط تقارب رأسية عند x equals negative 3 pi over 2 وx equals negative pi over 2 وx equals pi over 2 وx equals 3 pi over 2 وبشكل عام يكون للدالة خط تقارب رأسي عند x equals k times pi over 2 لكل الأعداد الصحيحة الفردية k لاحظ من الشكل أن الدالة متناظرة عبر نقطة الأصل إذن الدالة فردية المثال الأول مثال 5 صفحة 147 استعمل التحويلات لرسم التمثيل البياني للدالة f of x equals 2 tan 4 x الحل لرسم التمثيل البياني باستعمال التحويلات ندرس أولا كيف يغير المعاملان 2 و 4 التمثيل البياني للدالة الرئيسية يمدد المعامل a equal to لدالة الظل التمثيل البياني للدالة رأسيا ويضيق المعامل p equal 4 للمتغير x التمثيل البياني للدالة الرئيسية أفقيا وبالتالي يكون التمثيل البياني للدالة f of x equals 2 tan 4 x التضيق الأفقي يغير الدورة للدالة 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 الدورة في التمثيل البياني للدالة y equals tan x هي pi كما شرحنا في الشريحة السابقة الآن لاحظ من التمثيل البياني أن الدالة تتكرر لكل فترة طولها pi over 4 وحدة إذن دورة الدالة هي pi over 4 وللتوضيح أكثر سنعرض بعض جدول القيم بالراديان للدالة f of x equals 2 tan 4 x لاحظ أن قيم y تتكرر كل فترة طولها pi over 4 وحدة إذن الدورة في التمثيل البياني للدالة y equals 2 tan 4 x هي pi over 4 تمرين رقم 39 صفحة 150 صف التمثيل البياني للدالة y equals tan 2 x بالمقارنة مع الدالة الرئيسية وحدد خطوط التقارب الرئسية ومثل الدالة بيانيا لدورتين الآن عزيزي الطالب قم بإيقاف الفيديو وحاول أن تحل السؤال وللتحقق من الحل تكون الإجابة كالتالي يضيق المعامل pi equal 2 للمتغير x التمثيل البياني للدالة الرئيسية أفقيا تضيق أفق مقداره 1 over 2 خطوط التقارب الرئيسية هي عند x equals pi over 4 plus k times pi over 2 ويكون التمثيل البياني كالتالي تمرين رقم 40 صفحة 150 صف التمثيل البياني للدالة y equals 3 tan 1 over 2 x بالمقارنة مع الدالة الرئيسية ثم حدد خطوط التقارب الرئيسية ومثل الدالة بيانيا لدورتين عزيزي الطالب قم بإيقاف الفيديو وحاول أن تحل السؤال وللتحقق من الحل تكون الإجابة كالتالي تمدد أفقي بمعامل مقداره 2 متبوعا بتمدد رأسي بمعامل مقداره 3 خطوط التقارب الرئيسية x equals k times pi حيث k عدس صحيح فردي ويكون التمثيل البياني كالتالي ترجمة نانسي قنقر